السلام عليكم ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه يارب بكلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله نهاردة فيديو جديد وياه سيدة جديدة فيديو نهاردة فيديو حلو جدا فيديو نهاردة يكون فيديو ليه سيدة اجنبية قبل ما نكمل الفيديو حتى كده في اول فيديو اقولكم ان انتم حشتوني حشتوني كتير 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 بجد والله من اخر فيديو نزلته معايكو على القناة انا يمكن بقالي شوية بنزل لكم فيديوهات كانت موجودة عندي على القناة بس أسفة جدا 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 على الفيديوهات دي والله العظيم كان عندي ظروف الفترة اللي عدت والأيام اللي عدت ديت يعني كنت بمر بشوية ضربات كده خلياني فعليا مش عارفة حتى أمسك الموبايل مش عارفة أعمل أي حاجة فياريت تعذروني كده وان عارفة ان انت أخواتي وحبايب قلبي فعايزة منكم دعم كده ان كنتوا تدعموني باللايك طبعا القناة بقالها فترة واقعة فبتمنى منكم ان كنتوا تدعموني باللايك والكومنت المحفز علشان أرجع اشتغل معيكو زي الأول وفيديوهاتنا تعجبكو زي الأول وأحسن كمان إن شاء الله بشكركم من كل قلبي على كل حد بيسأل علي على كل حد بيدعمني بشكركم من كل قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك لو انت او مرة بتشوف القناة عندي من خلال الفيديو ده أكيد سيدني وجودك معايا وتنوري عائلتي الكبيرة واشتركوا بالقناة وفعلي زر الجرس لكم علشان يوصلكوا كل جديد مني بصوا حبايا بقلبي ما بتقين كده فيديو النهاردة يكون فيديو لسيدة أجنبية وبصوا هي بتاعش حاجة اسمها حلل وبتاعش حاجة اسمها حاجات المطبخ أو ديكورات المطبخ فكانت جايبة طقم الحلل الكامل اللي معايا طبعا السباتيولا وكمان المعالق والتصاد كل حاجة تخص الحلل دي طبعا انتو عارفين ان الطقم ده بيكون غالي شوية زي ما تقول لكم ان هي بتحب جدا جدا الحلل دي عندها منها شوية ألوان عندها البينك وعندها الأبيض والأسود وكمان عندها تقريبا الأورانج بس أنا حبيت بس ان انا جيب لكم طقمين بس علشان كمان بيبقى معايا بنات حلوين كده بتفرجوا لسه على القناة فمش عارفين يجيبوا حلل ايه وكمان معايا سيدات جميلة أمراض إخواتي حبايب قلبي اللي بيجددوا في قلب بيوتهم فبيبقى مش عارفين يجيبوا ايه فانتو شفتوا الطقمين وبما ان كان فيه طقمين حلل وفيه طقمين يعني حاجات حلوة جديدة هي جايبها فكين لازم تنظف المطبخ زي ما انتو شايفين كابتجاز او كتنظيف الحوض وكل حاجة هتستخدمها في المطبخ وهنا كانت بتقول ان هي حابة ان هي تستخدم الطقم الابيض علشان تفتح كده اليوم باللون الابيض ولكن الاسود ده هي عاملة كل الديكورات اللي في المطبخ باللون الجلد والابيض والاسود تغير فيه تعالوا بقى نشوف الافكار الحلوة العظيمة اللي بجد بجد انا كمان يعني استفدت منها كتير عارفين الحامل ده كلنا عارفين ان الحامل ده بيكون حامل المنازيل جابت اتنين كده عملتهم بالافيز او ممكن تلزقيها باي حاجة وجيبت كرتونة ولزقت عليها اللون السيلفر وعملتها طاقم او ليه الموجات يعني بجد حلو جدا وشايفين من موجين كبار كده اي موجة عندي كبير عملتهم كده جراط ليه كمان البنة والشاي والقهوة وحاطت فيهم الستيكر من تحت واي غطى برطمال عندك كده ينفع يقفلهم قفلتها وعملت لهم اعادة تدوير حلوة جدا اعادة التدوير دي يا جماعة بتبقى شيء حلو انك انت ممكن يكون عندك حاجة قديمة او حاجة خلاص ما عندوش بتستخدميها ويترجع تعيدي استخدامها لأي حاجة تانية بجد بتكون حاجة حلوة جدا تعالوا نشوف بقى الاختراع الجميل اللي كان فيه شباك دي غرفة النوم مبدئيا ولكن كان فيه شباك هي حبت ان هي تقفله كده زي ما انتوا شايفين عشان الحيطة او الجدران كله يكون واحد وقفلته كده وبعد كده حطت الاسفنج اللي هو على شكل دوران وحطت كده زي ما انتوا شايفين الطابلوهات اللي هي بتبقى فوق الكمود علشان تكون شكل القوضة انسيابي وشكلها شيء كده وشكلها حلو شايفين كل حاجة بتتكلم عن نفسها من الجمال عايزة افقرك لو انت وصلت الحدات هنا ولسه محطتش لايك يلا حطي لايك وقوليلي ان انت وصلت الحدات هنا وطبعا وجودك ده الشرف على دماغي من فوق تعالوا بقى نشوف الغرفة التانية وغرفة التانية دي برضو بترتبها او بتنظفها هي غرفة بسيطة حطت فيها كده اللي حايف اللونه احمر والغرفة دي بتنظمها او بترتبها كده هي جنب الدريسنج هنا برضو دي غرفة الدريسنج عندها فهتبتدي كده ان هي تنظم غرفة الدريسنج التنظيم ده وكمان اي اتربة بتبتدي ان هي تشتالها علشان الشنط وي الشوزات شايفين كل حاجة لما بتكون منظمة وبيكون شكلها حلو بجد بتفرق جدا ويه كمان بتفرق في الراحة النفسية اللي كلنا بنكون مرتحين فيها طبعا ده التويلت بتاع الغرفة وتبتدي ان هي تنظمه برضو تحط الاستيكس وتحط المنزل وكل الاستخدامات الشخصية اللي هي بتستخدمها التنظيم احيانا بيكون حلو في حاجات كتيرة ولكن اهم حاجة اهم من التنظيم ان كنتي تكوني منظمة وقتك يعني اهم من تنظيم البيت لازم يكون في عندك تنظيم في الوقت علشان بيخليك فعلا في مجال ان كنتي يكون حاجاتك منظمة ده طبعا شكل التويلت بعد ما بتخلص خالص لازم بتنظم الدنيا كده هنيجي بقى للغرفة دي ومفروض ان الغرفة دي غرفة الضيوف بمساعدة زوجها ليها جابت النجفة اللي هي على شكل نجمة او على شكل ستار حطيتها كده وبعد كده ابتدت هي بقى تنظم الغرفة للضيوف علشان تكون اي ضيوف في جيلها يكون القودة كده مجهزة وفي نفس الوقت يكون شكلها حل وبما اني برضو هي الغرفة او السرير كان لونه جري فالنجفة ضفت فيها اللون الجري تعال نشوف بقى المكتبة وغرفة ليفنج هنا كانت بتنظم او بترتب مكتبة جديدة او بتعمل مكتبة والمكتبة اللي هي عملتها دي كان يعني المفروض ان هي كان يبقى فيها كانت عاملالها الاول الشكل اللي انتوا شايفينه ده كانت الاول مكتبة عادية بس كانوا حطين فيها بقى الحاجات الجواز والحاجات اللي هم بياخدوها حابة تغير الشكل تعالوا هنا نشوف بقى الانتاريه والانتاريه برضو كانت بتاخد فيها تنظيفة كده وهتشوفوا الروتين بتاعها في الانتاريه بتاعها هيكون شكله عامل ازاي وهتشوفوا التجديد دلوقتي او التغيير اللي هي هتغيره برضو في غرفة الانتاريه بتاعتها على فكرة ازولوكم ان التربيزة البني دي حلوة جدا جدا انا شخصيا بصراحة نفسي فيها لان حاسها عملية فيها اطنين بوف كده وبتترفع رافعة بسيطة كده وبتحط فيها ريموت تحط فيها حاجات جديدة انت تقدر تستخدميها طبعا هنا كانت غيرتها وجابة الازاز اللي انتوا شايفينها وكمان غيرت الكوشنز وجابته باللون الجلد في الاسود كنوع من التغيير يعني او التجديد عشان تقصر اللون بما ان الانتاريه بتاعها لونه اوف وايت تعالوا بقى من بسكت بسيط حاجة بسيطة كده حطت عليه ورق ولزقت عليه ستيكر بيديها الشكل اللي هو كأنه مراية وحطت مراية من فوق وحطته كده زي نظام مثلا فوزة حطت عليها حاجات كمان هنا شايفين التابلو اللي هي برضو نجدته كان من حاجة بسيطة عملت لي اعادة تدوير خليته شكله شيك تقدر انت كمان تعملي الحاجات دي في بيتك بايدك انت بصوا كلنا نقدر نعمل حاجات كتيرة ولكن لازم يكون فيه عندك تشجيع وتكوني كده مختلفة عن الحاجات اللي انت بتشوفيها اكيد طبعا ممكن تشوفي حاجة زي كده تقولي ايه ده لا انا معرفش ولكن لو فيه عندي قابلية انك انت تتغيري في مكان او تخليه او تبديلي حاله من حال لحال صدقيني ده هيكون حاجة حلوة شايفين تعالوا نشوف من خشب كده او من هنقول انت ري بايز كان هيترمى فابتدت ان هي تجيبه كان في الشارع زي ما انت شايفين جابته وعملت اعادة تدوير للخشب بتاعه فكته كله وعملته على جدران الصفرة زي ما انت شايفين عملت شكل حلو وده الشكل ده نازل ترند طبعا انتو عارفين ان الاشكال اللي بتكون في الحطام دي نازلة ترند جديد تعالوا بقى نشوف الحديقة او الجنينة وهتبتدي ان هي جابت بصوا زي نظام تأفيل كده بيقفلوه في الجنينة بتاعتهم او الحديقة علشان خاطر الاعدة بتاعتهم تكون اعدة كويسة وطبعا الترابيزة دي بيكون فيها دفاية ولكن هي كهرباة يعني بتقدر ان هي تتحكم فيها لو عايزة تطفيها والكلام ده بس هي بالكهربا بس كده يا رب تكون استمتعتهم من فيديو فيديو النهاردة كان فيديو بسيط كده حبيت ابدأ بفيديو بسيط شجعوني باللي عليكم اللي وصل لحد هنا يشجعني بلايكاتكم وكومنتاتكم الجميلة اللي فعلا بتديني حب كده وبتخليني دايما اكمل معي كل اخر خلص فيديو النهاردة اشوفكم الفيديو الجاي واسبكم في رعاية الله وحفظه ويا رب تكون استمتعتهم ومع السلامة شكرا